بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا بكم الشباب يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء الله النهاردة هكلمكم على كذا موضوع كده مختلف في ناس كتيرة يعني زي تجمعية اسئلة كده للحاجات اللي كانت بكيبها موجودة طبعا انا في ناس كتيرة يعني عدد لا بأس به يعني كان جاي عنده مشكلة في موضوع هو يا جماعة ببساطة جديدة يعني هو والله يعني انت لو دخلت على اي حد من الهنود يعني خش بس على يوسي ميلي سي كي بريباريشن بس يعني يكون سيبك من الاميتار والكلام اللي هو اللي بالعربي ده لا المحتوى الانجليش كله هتلاقي الناس والله لو جيت بسيت هتلاقي فيه فرست ولاست نيم خلاص مش معلن ان انا قلتلك ان هو متاح ان انت هيكون عندك فرست ولاست نيم يعني هيكون عبارة عن يعني زي جزئين بس كده اسمك طب انت تلتزم بالجزء ايه يعني طب ليه طب انا اسمي مسلا مقام من كزا حاجة طب اكتبه بو خلاص يعني انا حعمل في الفرست نيم اللي هو اسمي خلاص وهم هم هم في اليوسم اللي هي عزانك التالي ان الفرست نيم ده انت هتكتب مسلا مسلا يعني اه محمد احمد محمد خلاص طب اللي هو مسلا ايه اه اللي هو اسمي عيلتك خلاص فالفرست نيم ده هيلم كل الاسمي بتاعتك خلاص واللست نيم دوت اللي هو هيلم ايه اللي هو الاسم بتاع العيلة بس في ناس بقى التزمت بكده وبعد كده في النوت ري كان حصل مشكلة خلاص وطبعا انا انا في ناس يعني الاسف اه معرفش ازا كان في حد فعلا اتقذى من الكلام ده ومعرفش حل حاجة وتمنى لو فعلا حصل ده اتوصل معي انا انا هسيب كده كده اللينك بتاع الفيسبوك بتاعي موجود في البوكس تحت بتاع اليوتيوب اه ولكن انا يعني اكد ههتزر انا عملي معصود ان حاجة زيديدة بتحصل بس والله فعلا انتو لو شفتم الناس اللي هي بتنجح في اليوسر ميلي اكزامز هتلاقيهم في ناس والله بيبقى مجرد فرست نيم ونص نيم حتى ده نفس الكلام اللي موجود حتى على الويب سايت ولكن خلاص هم عايزين كده خلاص انت حضرتك هتعمل الفرست نيم اللي هو عبارة عن اه الاسم بتاعك كله اللي هو مسلا محمد احمد اه حسام كزا ويخلي الفرست نيم ده وتلوها الاسم العلاب بتاعتك خلاص طيب اه طيب في ناس بقى ساعات يا جماعة بتلغبط يوم جاي حاطة الفرست نيم خلاص هو بقى ايه متعود دايما ان لازم ايه الفرست نيم وبعد كده الفرست نيم الموقع تقريبا الفرست نيم الاول وبعد كده الفرست نيم فهو بقى جنبة دي فطبعا الاسم ما هيبه مكتوب خلاص فديت مشكلة برضو تمام الموضوع كله يا جماعة بتحلي بحاجة اسمها خلاص اه مية اتنين وتمانين لا حد ما اتذكر يعني خلاص ديت انت بتتوصل مع الايي سي فيم جي وانا كنت موضح في الفيديو اه اللي انا كنت عملته على ازاي اه تعمل اكاونت وكده اه ان انت برضو ازاي تتواصل معهم وكده وتعمل الموضوع بسيط يعني ان شاء الله ولو حد حصل معا اي حاجة الناس بتتواصل معايا في ناس كتير والله بتتواصل معايا اه وانا يعني بستجيب ليها بمجرد والله ما بشوف الرسائل بارد على طول خلاص وحتى لما بيبقى مسلا الموضوع محتاج كلام او كده انا نفسي بقعت له يعني بحيس انه يسمع الحاجة يعني طيب ده بالنسبة لي الموضوع بتاع الاكاونت خلاص يا ريت يا جماعة احنا بص يا جماعة في حاجات كده في الحياة لازم تمامد لها تقول لها يعني انا مسلا يا جماعة مسلا خارج مع زميلي غير ما انا مسلا راح لدكتور كبير غير ما انا راح للمستشفى اللي انا اشغال فيها يعني لازم يا جماعة يكون عندكم معاي بالكلام ده لكل يعني مقام المقام لكل مقام المقام المكان اللي انا رايحه لازم ادي له بتاعه يعني لازم انا مسلا واحد رايح امريكا مسلا رايح بشكل معفن مسلا. او انا مسلا واحد رايح مكان معين انا لازم على قد المكان اللي انا رايحه خلاص. فانت نفس القصة انت واحد بتعمل دلوقتي ايميل او بتعمل اكاونت في حاجة للمستابق خلاص. بعملها مصبوط وقرى الحاجة واحدة واحدة واعمل حاجة مصبوط ولما اجي اعمل المقابلة اكون لابس كويس خلاص. بالمناسبة انا في احد اصدقائي كان اقيل لي اه يعني ومشاء الله خلاص استيبوا عنه ودخل استيبتو قريبة هو رب بنوفيه يا رب. اه 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 كان بيقول لي ان انت حتى ممكن تعمل يعني ابلود للفوتو بتاعتك من غير ما تحتاج ان انت تعمل اه يعني اه يعني ان انت تاخد الشوت بالكاميرا او او ان هي تتطلب ان انت بقى تبقى اللبس نضيفه كده. لأ انت مجرد ان انت صورة بس تكون واضح فيها ملامحك وبتبعت. زي فكرة اه اللوتري كده بتاع امريكا اللي هو الهجرة العشوائي. بيتبقى عامل ابلود للصورة بتاعتك. ثم نفس القصة هو قال لي ان ده متاح هو كان عامل كده. خلاص. انا انا ذات نفس والله انا عامل يعني اللي هو الفوتو يعني فتحت الكاميرا وبتاعه واخدت الشوت بتاعي وتبعت. فدية برضو حاجة انا بنوح عليه. انت ري يا جماعة الموضوع بسيط خالص. تمام? انت بتبدي واحدة بتتكلم معاك انجليش بتاع. لو انت مش فاهم حاجة الناس دي يعني قاعدة علشان تفهمك. تمام? علشان تزبط لك الحاجة بتاعتك. تمام? والناس دي واخده فلوس علشان انت عمل لها الكلام ده وده حق سيبك بقى من كلام بتاع الدول يعني انا مش هايزة اخلط الدول بتاعتنا بقى اللي هي ادفع لي وعمل لي وخليلي ولا انت بتتكلم كده. مفيش يا جماعة الكلام ده هناك في امريكا ولا الناس ده اللي انت لو حد عاملك بكده اصلا من حقك ان انت تشتكي في في الاس فم جي. يعني طبعا مش هايزين نعمل شكاية ولا كلام من ده بس اه الناس المراحة هتعمل معك باستعلاق او كده تمام? الناس هناك بتتعامل ان انت شخص معلش يعني انت بتنفعهم. انت بتدينهم فلوس. خلاص? فهو لازم يتعمل معك باحترام. خلاص? وانا والله انا انا لما عملت الاكاونت التاع في الناتراكام. اه الناس تعملت معها بمنتهى الاحترام. الست اللي كانت موجودة معك كانت منتهى منتهى الاحترام. وزبطت لي الحاجة ووقفت معايا. انا انا زات نفس عصالي مشكلة في الموضوع ووقفت معايا وخلصت للموضوع. تمام? وحتى انا سألتها على على حاجات معينة بعد كده. اه زي ما كنت شرح لكم ان انا كان تقريبا شفت ان الختم موجود. قالت لي لا ده الختم ده تابعي انا ملكش ده انت بالكلام ده خلص تمام? فالناس بتتواصل انت الفكر لازم تكون وانت بتكتب الايميل بتاعك مش هارف اه سير بليز مش هارف كذا كذا يعني لازم يكون اسلوبك راكي شوية يعني معايش يا جماعة انا حاولوا تخرجوا من بوطقة القرف بتاع يعني انا معرفش والله بس يعني انا في مصر الموضوع ده بصراحة متأزم شوية. الناس بتعمل في مصر بشكل مش كويس. يعني انا بدكتور احيان في ناس تقول يسطى بتاعي فانا يسطى ايه يا عم انت انت فاهم يعني انا بس ما علينا يعني ما علينا. انا طبعا مش بكلام على زمائل يعني او كده بس اللي هو في الحياة عم متى. فا يعني انا بس بشرحك الكلام ده والله بفيدك مش الاكسر ولا اقل يعني. طيب ده بالنسبة لفورم بقى والكلام بتاع الايميلات والكلام ده كله. نيجي بقى للدفع علشان طبعا وانا اخص هنا بالموضوع مصر. اه بالمناسبة انا صاحبي كان اللي بيدفع لي اه ستيب تو. اه اه وانا والله حتى دفع الفلوس قدامي اه معرفش يدفع. دلوقتي يا جماعة الدفع كله تقفل. ما فيش دولارات في مصر. طيب ايه لعمل حضرتك? حضرتك هتعمل حساب بنكي. حساب بنكي. مش مجرد بطاقة كده انا ماشي بيها وخلاص وعليه اسمي لا. حساب جوه البنك. خلاص في عندك بنك سي اي بي ممكن تعمل فيه حساب دولاري. خلاص يعني انت تروح تجيب دولارات من السوق السودة وتودحها وهو بقى من البطاقة بتاعتك دي تبعت برا مصر. خلاص? او 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 ان انت تعمل حساب الجنيه المصري عادي وهم هياخدوا العمولة بتاعتهم اللي هم بيقولوا عليها دي. خلاص? فانت لازم يكون عندك حساب جوه البنك. خلاص? طبعا ده هيكون عليه مصريف ادارية وكلام من ده. ونصيحة مني. نصيحة مني. لان انا سمحت شوية كلام برضو. لما تيجي تعمل الحساب الدولاري. حط مبلغ في الاول بسيط يعني حط امتين دولار في امتين دولار في امتين دولار في امتين. ما تباش غشيم وتمجدخل. يا الله يا عم الفين دولار. ان شاء الله عنا محد حاوش. لا. ده خش الاول بميتين دولار جرى ببعت. هكذا. عشان على اللي لما يحصل لقدر الله مشكلة نباق. يعني زي ما احنا بيقولوا كده بالمصر احنا اتعورنا في حاجة بسيطة. تمام? طيب. ده بالنسبة لموضوع الدفع. طيب. رقم تلاتة. الناس اللي كانت بتكلمني على كينج سلمان انا كنت قلتها في الفيديو وبالفعل عرفت انها بعد كده يعني ما كانتش معترفة. بص يا جماعة ايا كان. ايا كان. طالما انت قادر ان انت تعمل اكاونت قبل سنة الفين اربعة وعشرين. اعمله دلوقتي. يعني زي يعني لازم تعمله على طول. خلاص. بص ما ما عادش في حاجة. والله بص. فكرة بقى ده انا متفوق. بص بص حبيلوي كلامك ده انا يعني يعني ان شاء الله ليه نابي الجامع. فانا مش يعني يعني يفاهمني ازاي? مش مسلا واحد مسلا مضيع او كده. فانا بقول لك والله بص حبيل الموضوع مشرق خالص. الناس كلها بتسيبني يا بيت الجامعة وبتاع ففكرة بقى متفوق. مفيش يا جماعة مستابل في الدول دي يا جماعة. والله بكلامك جد. اه فيه ده كاترة شغالة او بس عايز تعيش كده براحتك يعني عايز تعيش في اللي موجود ده براحتك. لكن انا بنصحك يا جماعة. بص يا جماعة الطب يا جماعة. وانا بختص برضو بالنصحة دي للناس اللي فقوا له وتانية. اه يا جماعة اه الطب مش نظام ولا نظام ولا اللي مالوش اي علاقة اللي بيحصل ديه. اه يا جماعة الامسكيول لو انت جد بصيت على قصلا يجيب لك الحاجة الكيس مش عارف واحد تحس ان انت فعلا في واحد قدامك جمعا والله ما بحل اي بحس ان في شخص قدامي عنده الحاجات ديه. واحد جاي بابي جاي ستريك بينه ومش عارف طب مش عارف فيه فيه مش عارف كلام ده كله يا جماعة انا بتخيل ما هو انت هتبقى كده. وده اللي حيميزك بعد كده قدقاء. ان انت بتعرف ازاي تتخيل الكيس سيناريو دي انها قدامك. تمام? انا في تكير ده انا 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 كنت روحت المؤتمر الطب الافريقي اللي هو الاولاني ده. وقابلت الناس من امريكا وناس من 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 المانيا وبتاعه. وكانوا عاملين حاجة اسمها سيميوليشن تاست. سيميوليشن تاست ديت يعني زي او 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 يعني حاجات زي محاكاية كده. كانوا جايبين اه اه واحد بيقدر ان هو يغير في المرمر وكده. وكان اه اجنابي كان اسمه دكتور روس. اه اه كنت انا اه كان حتى هو قاعد يسألني وكده. وانا كنت لسم خلص راوند كاردو معرفتش يعني ما ما كنتش كويس معه. يعني ما معرفتش هجاوب كويس. جماعة التعليم بتاعنا حاجة الراجل. والله انا استفدت منه اكتر ما استفدت من الراوند التلات شهور اللي انا عدته في الكلية. فجماعة احنا التعليم عندنا زي الزفت بجد. ومفيش حاجة اسمه لك من ده يعني الا ما نرحم ربي. فجماعة الكلام ده هتموا بيه. ايه هو ده الطب والله. اما حاجة تعامل ريسرشات فهام وطبها معك شهدات محترف بها من العالم. هو هو ده الطب اجماعة هو ده لو انت عايز تبقى فعلا انسان ناجح. عايز تبقى انسان بتقلب ه بتاعدي احتشتغل في مصر يخد تخصص عناية اخد اي حاجة واحد. هنجي فلوس عادي والله يعني مش مش هباره. طيب. اه ده بالنسبة ليه الموضوع بتاع. اه بصوا يا جماعة يعني انا ممكن طريقتي تكون شوية اه يعني ما عرفش ممكن ما تعجبش حابة سواء انا وادردش معاكو يعني احنا بدنا ادردش كأن انا صحابي يعني. طيب. اه قلت لك زي ما قلت لك ايا كان حاول الجامعة بتاعتك. طيب الجامعة بتاعتك مش عارف اعمل منها اكاونت. خلاص حبيبي حول. الجامعة خاصة حول. جامعة حكومة حول. لا يتصرف. ما انت موضمكش حل غير كده. اه بالنسبة للصلاحية في ناس كتير سألتنا على صلاحية الاكاونت وصلاحية الامتحان. الامتحان الامتحان يا جماعة صلاحيته سبع سنين. بمعنى انا دخلت دلوقتي في الفين تلاتة وعشرين امتحان ستيب وان. وجات الفين وتلاتين. هرجع امتحانه تاني. خلاص? طيب. لو انا بقى اخدت الشهادة بتاعت الاسف مجي ان انا بقى خلاص. لا خلاص كده بقى انت مش هتمتحان تاني. ده الى حد علمي. خلاص? ففديت بالنسبة للصلاحية بتاعت الامتحان. اه بالنسبة ليه الاكاونت والله يا جماعة في ناس سماعتم بيقولوا ان الموضوع اه يعني وانا فهمت من كلمة ان انت يعني انت الصلاحية خمس سنين ومتاح لك بعد الخمس سنين انت ادفع مية وستين دولار تاني هكزا لحد بقى يعني يعني يفهم للنهاية. اللي انا اعرفه واللي انا واللي انا قريته ان هو المفروض الصلاحية بتاعت الاكاونت خمس سنين. يعني انا عملته مثلا في الفين تلاتة وعشرين. يبقى انا معايا حد الفين تمانية وعشرين. اهو يما كان بعد حسن ما هتحسبوه يعني الخمس سنين كانت ازاي. خلاص? طيب عند الخمس سنين دي ما وكده المفروض الاكاونت بقى اه منتح تيجي بقى ساعة وتدفع فلوس. طيب جماعيتي مش معتمة مش هارفين مش هتفرق. انت انت كده كده اصلا لازم تخلص الامتحانات بتاعتك. انت عاد ده كله بتعمل ايه? طب انا نفسه اقول امش هتخلص يا حبيبي امتحاناتك. ده انت المفروض تخلص لان ان انت بعدما تخلص هتاخد شيئات تا خد بعدك ومشي انت انت عاد تعمل ايه اصلا? تباعمي? طيب. ده بالنسبة لموضوع الصلاحية. اه انا عارف يا جماعة ان ممكن نوتري كام والناس دي تساعات بتبقى الموضوع صعب بالنسبة لكم ولكن هو يا جماعة وساعات بياخدوا وقت كبير وكده ديت يا جماعة لان امريكا معروفة بالبيروكراطية وببساطة شديدة معنى كلمة البيروكراطية هو ان الموظفين شغلهم متعنت يعني انت في مصر ممكن واحد يتعنت معك وفتاعتم جاي مطلع له خمسين ستين جنيه خلاص لك الموضوع خلاص اه بالنسبة الامريكا وكده ما فيش الكلام ده انت لو عملت رشوة هناك او اللي بيسموها برايب او حاجة زي كده بتبقى اه اه يعني هيحصل لك مشاكل جامدة او هحصل لك مشاكل جامدة جامدة يعني فهم بيروكراطيين بشكل فضيع يعني وتقريبا المانيا نفس القصة طيب اه بالنسبة بقى للناس علشان برضو موضوع الناس اللي هي ايه تتأخر في دخول الامتحان وكده ويمكن انا برضو من الناس اللي كانت بتعاني من المشكلة دي اه بصوا يا جماعة اه اديك شايف انا والله حرفيا ايام كان الامتحان مكلف خمستاشر الف او طمانتاشر الف حاليا انا الامتحان مكلف تقريبا حوالي اربعين الف من غير ما اتكلم يا جماعة ولا اي حاجة من دي خالص فانجز تمام انجز لو معك فلوس راح السلوس ده راح ايا كان اتصرف اي دولارات وخليها معاك دول يا جماعة محطوطين علشان خاطر ان انا امتحن الامتحان بتاع خلاص بس لكش دعو بقى اركنهم منساهم تمام وهكزا اقعد بقى طب والله انا يعني والدي مثلا او والدتي على قد حالهم او كده حاول يا جماعة تتصرف ان انت تشتغل اي شغل دولاري من اللي هو بقى عن نت يعني بلاش موضوع التداول لان انا اشتغلت في التداول واشتغلت في العملات الرقمية واشتغلت في الكلام ده كله يعني انا انا ياسف في الحاوة بس انا صائع يعني انا صائع في في الحاجات دي كلها وانا بقول لك اهو وانا ما بكلمك من المستبل الكلام ده يا جماعة مجيبش فلوس والله اه في ناس عملت بس ده مش يعني مش بدماغه ومش بالنوع جامد انا بعرف اعمل تحليل مالي وبعرف اعمل كل عام والمناسبة ما كسبتش حاجة من الكلام ده يعني غير ان انا ضقيعت وقتي تمام? فحبيبي اتعلم حاجك واسعلم فيديو ادتينج اتعلم من الكلام ده كله يعني. انا بقول لك الكلام ده ليه? لان انت ممكن تقول لي انا محط الف دولار وصاحبي بيك سبوا بتاعها هتليوم كلهم راحه وحيحصل لك مشاكل وفي ناس اعرفها ووصل موضوع معاه احيانا انك اتعايز تنتحر فانا بقى كلمك كأنك اخوية فبنصحك كأنك اخوية خلاص طيب اه انا بس عشان كاتب كده بحيس ان احنا نتكلم على كلهم اه بص يا حبيبي انت مش غير بيكونك انك بتعود تمان ساعات على الحاجة يا غيرك بيقود عشر ساعات على الحاجة يا غيرك بيقود ساعتين على الحاجة ديك بتعتمد يا حبيبي انت اتسست قديقي او انت اتسست كويس ولا لا انا كنت منفض للاكاديميك اه اه مادسن مسلا خلاص هتلاقي شوية معاناة وانت بتذاكر استيبو انده طبيعي تمام? ولكن اه انت واحد هستوصل لحاجة لازم تسعالها تمام? اتعود تمن ساعات عشان ماكش دعب حد انت طريقك ماشي بصس فيه هو ما تبصش فيه الطرق التانية هتبص في الطرق التانية هتلاقي نفسك لابس المطب زي ما بيقوله كده او حاصلك اي حاجة لأ انا في طريقي انا عارف قدراتي عارف مش عارف ايه كزا من الاخر تمام? فمتعودش بقى ده صاحبي بيذكر ساعتين ما بيذكر ما لكش دعب ايه ما هو هو هتلاقي عنده مشاكل في حاجات تانية هو يمكن بيذكر ساعتين والتانية بيروح مسلا يجمع فلوس يساعد ابوه وامه مسلا فانت ما تبصش للموضوع كده بالنسبة للناس اللي في الجامعة الخاصة الله يعينكم والله يبجد على المصاريف اللي انتو فيها ومش عارف اقول لكم ايه بصراحة الدنيا ضربت جامد يعني ولكن يا جماعة الناس اللي في الحكومي يحمدوا ربنا لان انتو ما عندكم فرصة عن الناس اللي في الجامعة الخاصة الناس دي بتدفع فلوس كتير جدا الله يعينهم يا رب انت ما عندكش القصة ديت وربنا انعم عليك دي مش شطارة منك ربنا انعم عليك بان هو خلاك ما تدفعش الفلوس اللي بتدفعها الشخص اللي في الجامعة الخاصة فتحمد ربنا وتجتهد وتحاول انك تكون انسان كويس تمام ومش شرط ان انت تروح امريكا عشان تبقى انسان كويس ممكن تبقى في مصر تبقى احسن دكتور وكل حاجة احنا بنتكلم او القناة ديات معمولة علشان خاطر الناس اللي عايزة تسافر عمريكا طبعا يا جماعة انا عامل القناة ديات اولا انا قافل اصلا الادز اللي هي الاعلانات وكده وانا ما باستفدش منها اي حاجة فانا القناة ديات معمولة كعلم ينتفع به يعني انا عامل فيديوز اه بالنسبة بالبان شوية للناس انها ادفانس شوية لازم يكون الشخص اصلا عنده علم بالحاجة ولكن مع احترامي انت مثلا ما خلص برانش زي النيورو كبير ده قوي كده في 3 ا 4 ساعات يعني ما فيش اجمل من كده ده لو انت اصلا ويعني انا اعتقد ان انا معرفش انا مش هادر قايم نفسي لازم من حد او قايم فانا اعتقد ان انا بشرح الحاجة شوية بالاستفادة اللي انت تفهم وفي نفس الوقت بالانجاز تمام فاتمنى يعني ان يكون الموضوع كويس نوعا ما بدأت انزل فيديوز بسيطة يعني مثلا امبريولوجي طولت فيه شوية وبعدين نزلت فيديو تاني بعده هكذا والله ايوه على حسب الوقت انا نفسه يعني اعمل الفيديو ده مخصوص والله علشان خطر الناس اللي عندها مشاكل في موضوع الايميل والدفع والافلام والحوارات الجديدة اللي موجودة ديت ربنا يكرمكم وفاكم يا رب ولو حد عنده اي حاجة انا هسيب الاكاونت بتاع الفيسبوك عندي تحت في القمت وربنا معكم يا رب ان شاء الله اشتركوا في القناة